سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته أيها الإخوة الأفاضل أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج موضوعنا في هذه الحلقة يتمحور في قضية مهمة يجب على كل مسلم أن يتحلى بها وأن يتصف بها وأن يكون متسماً بها أتدرون ما هي؟ هي الحياة بعينها هي ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر حياة القلوب فالإنسان الذي لا يذكر الله كأنه إنسان ميت أو أشبه بالميت أو هو ميت فعلاً لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت هل نتصور أن مسلماً ما لا يذكر الله؟ قد يكون أمر احتمالي إذا كان غافلاً عن الدنيا إذا كان غافلاً عن الله سبحانه وتعالى منهمكاً في الدنيا منهمكاً في صراعاتها منهمكاً في مشاكلها منهمكاً في قواياها لا شك ربما يكون غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى العبادات أنواع الله عز وجل يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ كل ما يُقَرِّبُكَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى عِبَادَهِ بل وجودك في هذه الحياة وسر وجودك في هذه الحياة إنما لأجل العبادة لأجل أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى وكيف تتعرف على الله سبحانه وتعالى بالذكر وبالشكر لهذا لا يمكن لأي إنسان مسلم أن يتخلى عن ذكر الله سبحانه وتعالى لأن ذكر الله عز وجل هو حياة للقلوب القلوب أيها الإخوة الأفاضل قد امتلأت صدن وامتلأت قاذورات وامتلأت أدران وامتلأت أحقاد وامتلأت حسد وبغضى وشحنة وكراهية هذه كلها عبارة عن أدران خبيثة قلبية تؤثر في قلب الإنسان صدق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حينما قال إن القلب لا يصدأ كما يصدأ الحديد ما العلاج إذا إذا صدأ القلب إذا توسخ القلب إذا وجدت فيه هذه القذارات المعنوية ما العمل في ذلك؟ العمل لأجل تجليته ولتصفيته ولتنقيته ذكر الله سبحانه وتعالى نداء من الله عز وجل يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لا تذكروا الله ذكرا قليلا بل اذكروا الله ذكرا كثيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أتدرون أيها الإخوة الأفاضل ما الفارق بين المؤمن والمنافق؟ المؤمن يذكر الله كثيرا المنافق يذكر الله قليلا ما الدليل على ذلك؟ اقرأوا قول الله عز وجل وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا يُرَاؤونَ الْنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَأُلَى وَلَا إِلَى هَأُلَى وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا هنا الشاهد المنافق يذكر الله ولكن ذكره لله عز وجل قليل إذن ما العلامة الفاصلة بين المؤمن والمنافق إذن علامة المنافق هو ذكره لله قليلا أو قد لا يذكر الله أصلا أما المؤمن الحق فهو الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا ما فائدة الذكر؟ لماذا نحن نذكر الله؟ قال الله عز وجل وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتدك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لماذا نحن نذكر الله؟ لأجل يذكرون الله لماذا نحن نسبح؟ لكي يذكرون الله لماذا نحن نمجد الله؟ لكي يذكرون الله الله عز وجل ماذا قال؟ فاذكروني أذكركم بمعنى أنك إذا لم تذكر الله لن يذكرك الله إذا لم تشكر الله لن يعطيك الله أي نعمة تستحقها لأنك لم تشكر الله عليها فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون لهذا البيت الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه هو بيت حي البيت الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه فهو بيت ميت كم اليوم أيها الإخوة الأفاضل من البيوت لا يسمع فيها ذكر لله؟ بينما هي بيوت تتغشاها الأغاني الماجنة تتغشاها أثلام الكرتون تغلب عليها المشكلات تغلب عليها الأمور الماجنات كأنها بيوت شياطين نسأل الله العافية والسلامة وكم من بيوت زاهرة كم من بيوت نورانية كم من بيوت جميلة لا تسمع فيها إلا الذكر لا تسمع فيها إلا التلاوة لا تسمع فيها إلا الدعاء لا تسمع فيها إلا الأدب لا تسمع فيها إلا الأخلاق هذا تتراء لأهل السماء كما تتراء لأهل الأرض لهذا الله عز وجل يحثنا على ذكره سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أيها الأخوة الكريم إذا أنت منشغل بالدنيا اذكر الله ولو لخمس دقائق خريت من البيت وأنت صامت لماذا تصمت؟ تسوق السيارة وأنت صامت لماذا تصمت؟ تسوق الدراجة وأنت صامت لماذا تصمت؟ أتدرون لماذا هؤلاء الصامتون يصمتون ولا يذكرون الله عز وجل؟ لأن الشيطان استحوذ عليهم سيطر عليهم إبليس وسيطر عليهم الشيطان قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله نسأل الله العافية والسلامة استحوذ عليهم الشيطان سيطر عليهم الشيطان فأمسك ألسنتهم فلا تستطيع أن تذكر الله عز وجل ولو قليلا لماذا؟ لأن الشيطان قد سيطر عليهم ساعات كثيرة ساعات كثيرة يمضيها كثير من الناس وهم ساكتون صانطون إما أمام جوال إما أمام انترنت إما ساكتون صانطون يفكرون في أمر الدنيا يفكرون في متاهاتها يفكرون في زائلاتها في صراعاتها طيب اذكر الله عز وجل حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى عنده لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكره في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه هذا ذكر شكر لله سبحانه وتعالى كيف تقفل عن هذا أيها الإنسان المسلم الله عز وجل يوجه لك لي ولك ولكافة المسلمين خطابا إيمانيا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله تلهيك الأموال عن ذكر الله تلهيك التجارات عن ذكر الله تلهيك الأولاد عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أنت خاسر إذا ألهتك الدنيا وألهتك الأموال وألهتك التجارات وألهتك الأولاد فأنت خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة ماذا يكلفك إذا أنت ذكرت الله عز وجل ماذا يكلفك هل يكلفك مبلغ هل ربنا سبحانه وتعالى قال إذا ذكرتني قدم مبلغ من المال هل الله عز وجل قال لك إذا ذكرتني قدم فدية هل الله عز وجل قال إذا ذكرتني لابد أن تعمل شيئا عظيما حتى أقبل ذكرك لا لا أبدا لم يقل لك ربنا عز وجل بل الأمر سهل ويسير وبسيط ومتاح لك في أي لحظة وفي أي وقت حتى وأنت مستلق على فراشك انتظرونا بعد الفاصل نرجع عليكم بإذن الله عز وجل لا تبتعدوا عنا كثيرا بارك الله فيكم اشتركوا في القناة أحمد الله أيها المشاهدون الأجل نسعد كثيرا بليقائكم كنا قبل الفاصل نتحدث عن أمر مهم عن سهولة ذكر الله وعن يسر ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر لا يكلفك شيئا الذكر أمره بسيط الذكر أمره يسير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد تشعبت علي فباب نتبسك به جامع ماذا قاله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى اجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل أنت نائم وقبل أن تنام وبعد أن تقوم من النوم وإذا أردت أن تأكل وإذا أردت أن تشرب وإذا أردت حتى أن تجامع أهلك اذكر الله سبحانه وتعالى كله موجود لماذا نحن نذكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لكي نتحص من الشيطان لكي يكون حصنا واقيا لنا من الشيطان لماذا جعت الأذكار؟ لماذا اليوم أيها الإخوة الأفاضل السحر انتشر بين الناس والعين انتشرت بين الناس وهذه الأمور الخطيرة التي انتشت بين الناس لقلة التحصين لقلة التحصين أن شبابنا كثير منهم لا يحصنون أنفسهم صغارنا وكبارنا ونساؤنا ورجالنا لا يتحصنون ولهذا الشيطان يسيطر عليهم الشيطان يوسوس لهم الشيطان يجد لهم طريقا سهلة للسيطرة عليهم لماذا؟ لأنهم ليسوا محصنين بذكر الله سبحانه وتعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ في يوم من الأيام خرج إلى حلقة من حلقات الصحابة فوجدهم مجتمعين ما الذي جمعكم؟ قالوا نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمده ونحمده عز وجل ونشكره على ما من علينا بالإسلام والإيمان قال آه الله أجلسكم إلا هذا أو إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا قال أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم؟ لكن ما الذي حصل؟ قال نزل إليه علي جبريل عليه السلام وقال اذهب إلى هؤلاء الأقوام فإن الله يباهي به من ملائكة أي يفاخر به من ملائكة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر هذا الذكر نوعان ذكر عام وذكر خاص الذكر العام كل عبادة يعملها الإنسان في يومه وليله هي عبادة عامة هي ذكر عام الصلاة ذكر التلاوة ذكر النوافل ذكر الصدق ذكر الحج ذكر الزكاة ذكر الصيام ذكر كل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ذكر ذكر عام أما الذكر الخاص فهي الألفاظ والأذكار والأدعية سواء من القرآن أو من السنة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أذكار خاصة لهذا الأذكار الخاصة تأتي أذكار أذكار بعض الصلاة نلتزم بها تأتي أذكار عند النوم نلتزم بها تأتي أذكار عند الأكل نلتزم بها تأتي أذكار عند شرب نلتزم بها تأتي أذكار عند دخولنا إلى الخلاء نلتزم بها تأتي أذكار عندما نسوق السيارة نلتزم بها تأتي أذكار عندما نخرج وندخل للمسجد نلتزم بها أذكار عجيبة متنوعة حرز وحصن حصيل لنا من الشيطان الرجيم قال عليه الصلاة والسلام لأصحاب خذوا جنتكم قال لهم قالوا يا رسول الله من عدو حاضر قال لا خذوا جنتكم من النار ما جنتنا من النار قال ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهن المنجيات المعقبات وهن الباقيات الصالحات الله أكبر نحو هذا الكلام العجيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع جمل بسيطة ويسيرة وسهلة على من يسره الله له وعلى من نفقه الله لهذه الكلمات البسيطة ولهذا الذاكرون الله يقول عليهم الصلاة والسلام واصفا إياهم سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تريد أن تتحصن من الشيطان شوف لاحظ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذا الاتجاه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانك في كل شؤونك ما دام لسانك رطبة يلحج بذكر الله عز وجل إذن أبشر أبشر بكل خير يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضرب أعناقه ويضرب أعناقكم قالوا ما هذا يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى كل هذه الصفات مجتمعة توجد في ذكر الله سبحانه وتعالى ما هذه العظمة ما هذه العزة قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان إلى أن يمسي وكانت له عدر عشر رقاب في ألفاظ بسيطة كلمات يسيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير ماذا ستخسر أنت إذا قلت هذه الكلمات أنت ستربح ربحا عظيما ستمحى عنك مئة سيئة وستعطى مئة حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضعف لمن يشاء ومن قال سبحان الله في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر أمور يسيرة جدا سهلة يقول عليه الصلاة والسلام حينما أسري بي لقيت إبراهيم عليه السلام وقال يا محمد اقرأ مني أمتك السلام وقل لها إن الجنة طينتها عذبة وماءها قيعانها ذات قيعان طيبة وذات ماء عذب طيب وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قلها متى ما شئت وفي أي وقت شئت وفي أي ساعة شئت كم تلقى من الحسنات كم تلقى من الأمور العظيمات هذا أبو موسى الأشعري يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك يا أبا موسى على كنوز الجنة أو على كنز من كنوز الجنة قال بلا يا رسول الله قال وما كنز الجنة يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الوارد عن البي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كررها دائما وأعظم ذكر تكرره دائما ولا تغفل عنه الاستغفار يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب وليس شرط الاستغفار لمن أذنب قد يعتقد كثير من الناس أنه لا يستغفر إلا إذا أذنب إذا واقع منه خطأ يستغفر إذا حصل منه ذنب يستغفر لا الاستغفار استشعار بقربك من الله عز وجل بنعمه الظاهرة والباطنة لا هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان فاتحا مكة ماذا قال له ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره عمل النبي ذنبا لا لم يعمل شيء إظهارا لنعمة الله فاستغفره إنه كان توابا بعد الصلاة علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفرغ من صلاتنا ماذا نقول أول ما نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فالاستغفار فيه فضل عظيم جدا وإذا أردنا الاستزادة فعلينا أن نقرأ في الكتب العظيمة التي ألفت في فوائد الذكر وما أكثرها وما أعظمها بعضهم أوصلها للسبعين وبعضهم أوصلها أوصلها للمئة ما علينا إلا أن نضبط أوقاتنا ونضبط أنفسنا في استغفارنا في ذكرنا الله سبحانه وتعالى ونكون دائمي اللهج والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تجسر أمورنا وتشرح صدورنا وتذلل جميع صعابنا في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق أنا في رحمتي دمع تضيق بفيضه الأحداق وبنفع وإنصاف وقلب لين